في السوشيال ميديا اعلام السيسي بيطب اللي صمار الاصطلاح الاقتصادي في نفس الوقت بيسأل عن الاسرار قرار التعويم الجنيه وبغض النظر عن ما فيش دولة بتقوم على الاسرار لكن يا ترى ايه الاهم او ايه اهم الاسرار اللي لازم الشعب يعرفها نشوف حضراتكم بقى كتبتوا ايه الاهم الاسرار يا رب بتكتبوا اسرار كويسة سلمة بتقول ما هي الا لعبة سياسية جديدة هدفها لفت الانظار لهوامش قضايا الوطن وصرف النظر عن الكوارث والهوية المنتظرة ايه يا سلمة ايه اللعبة ما انت ما قلتش يا سلمة برضو بس شكرا سلمة مدريد ناخد اللي بعد سلمة عادل العثماني اسرار تعويم الجنيه يدخل في نطاق الامن القوم المصري وكمان النائب العام فرض حضر 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 نشر في الموضوع وكل ما من تجاوز ذلك سيتم اعتقاله واقولهم السيسي انه افشى اسرار امنية شكرا عادل بشكرك جدا الاستاذ احمد ردوان بيقول اسرار التي لا بدنا نعرف ما هي طبيعة العلاقات طبيعة العلاقات الدعية الغرابة التي تربط هذا النظام باسرائيل متمثلا في الولايات المتحدة شكرا لماذا كل هذا الاسرار الدولي الغير مبرر والغير معقول على بقاء السيسي رغم ان امريكا تجيد صناعة البدائل ده تحياتي لي كنت يا احمد يا ردوان بجد على هذه الاسئلة شكرا رحيل عمر قبل وفا مزاية الجيش كام صح يا رحيل واللي بياخده اللي وقات كام صح يا رحيل واللي كان سابق الانقلاب على الدكتور محمد مرسي لما كان عايز يدحدد للجيش مزانيته ليحقق العدال الاجتماعية اتطمن انت مش لوحدك برافو يا رحيل احمد عارفك بقول اهم الاسئلة زينا من الشعب يعرفها واحد هو ليه فرط في ترانو سنافير قالك انا خط الضربة الواحد في سيدري ليه عوم الجنيه ما نعرفش ده النهاردة راجل بيسأل وغرق الشعب ليه فرط في حق مصر من نيل ليه بيفضي سينة والصالح مين ايه سر الحب بينه بين اسرائيل ارحل عشان نبنيها ده انت يا احمد يا عارفة طب انت مش لوحدك ده انت رائع يا احمد يا عارفة بحييك جدا واشكرك المواطن مصري حاتت سورة الاسودة عبدالله محمود الله يرحمه يقول اول سر ان ان لسه احياء والسر التاني انهم خايفين نتجمع على قلب رجل واحد اهم السر بقى هو ان افشل حكم في اي دولة والحكم عسكري وانا بشكر السيسي انه اكد النظرية وانا بشكرك جدا يا صاحب الحساب ام عمار بتقول ان اعرف ان البيوت اسرار وده في الحياة الزوجية بس مش في البلاد اسرار اسرار ايه دي اللي مفروض تستخبع الشعب وعليل قال ان اعرف الفلوس بيتيجي منين وكام وبتصير في اي دي الجيش والبرلمان والوزرات والسنة دي الخاصة والسفارات والمؤسسات بتعرف دخلها منين وبيروحوا فين هو احنا قراطيس لا قراطيس لان احنا شكرا يا معمار بشكرك جدا بعد المعمار مصري بيقول والله انا خافت حاسب اتنفست هوى بكام شكرا يا ساحب الحساب ده